مرة جديدة منقول صباح الخير لكل اللي ينضموا لقلنا هلأ وينما كنتوا عم تشوفونا مهم عقلكون يضل براسكن وما تعلو كتير عن المستوى اللي انتوا مطلوب فيه وتعتبروا حالكم صرتوا أهم من أي ناس على طول طلعوا لفوق في حدا إشاعكم حطوا راسكن بالأرض وما تحاولوا أبدا تعلو أكتر مما انتوا خلينا نروح لجريدة اليوم هادي مش نصايح هادي وقائع يعني بتنحكى وينما كان طبيعي يا ما فيه طائرين مزبوط ولما بيقعوا وما بيقعوا بمكان الحادث اللي لازم يقع فيه بيقعوا بمطرح تاني وبيعتقدروا حالهم أنه هن صاروا ملوك هلا بآخر الحالة راح نقول فكوا الألغاث تربحوا معنا ولكن واضحة الأمور بكل حدا عنده حالة بيقدر يطبقها على هالجمل والنصايح أكيد أنا حروح لعنوين الصحف إذن الصدرة صباح هذا اليوم والليفت أنه المؤتمر الصحافي اللي كان مبارح للنائب سامي جميع رئيس حزب الكتائب ما أتت على ذكره بالعنوين الأساسية ولا صحيفة بالرغم من أنه بعض الصحف يعني عم بتحاول تكب هيك مسامير بوجر القانون الانتخابي وعنده كتير هيك معلومات هي حسب ما بتقول إنما ما لقوا أخذوا منه شيء لهذا المؤتمر هلأ لنشوف اليوم شو بديك كمان بالجلسة ساعتين لأنه في مغالطات مليانية مغالطات وبعدين مثل ما قاله الرئيس الحريري أنه وين كنته كنته بحكوماته سابقا ما عملته شيء هاي حكومة خمسة شهور عملت قانون نحن عن جد ما عم ننتقد عم نحاول نفرج الأمور كما هي سأبت أنه يعني في حزب الكتائب هو يليليوم حامل هذه الراية المعارضة إذا بدك إنما منى بموضوعية ولا بوقاعية يعني لما بيحكي أنه المقتربين رح يصوتوا لست نواب لقلهم مش مظبوط إني رح يصوتوا لكل النواب عندهم ست مقاعد لهم للمقتربين نبدأ مع صحيفة الأخبار شو عنوانيت الجيشان السوري واللبناني يقدمان تأسيلات والسلطة السياسية غائبة دفعة جديدة من النازحين تغادر عرسل حلو هالخبر الله يزيدهم وبالصورة حلو النظرة عجبتك نعم انتخابات 2018 دمور الحريرية أكيد هون يمكن يمكن داخل الأصر الجمهوري عم بيطلع بأحدى الزميلات ووجهت له شي سؤال أولا كيك أكيد وأيضا الدوحة نخضع للأمريكي فقط فقط وقصة حوض النيل معركة الحقوق المصرية المصرية تنطلق ونتابع الجمهورية عنوانت بدورها بعد القانون الموازنة والنفط عقبة جديدة على إيران وروسيا وبالعنوين الداخلية أيضا ما في عنوين داخلية؟ كأنه تاخد نص الصفحة بالمستقبل قانون الانتخاب التسويات تصنع المعجزات وحريق برج لندن لبنانيون يدفعون ضريبة الغربة وهو البنات الثلاثة إن شاء الله بنسمع شي خبر حلو بنات عائلة شقير مفقدات في البرج المنكوب صغار وصبايا هن وأهلون عانجل عائلة بتكون راحة لتلاقي رزقة 14 سنة و12 سنة وأربع سنين البنات عمرون مع الأسف مظبوط ميرنا وفاطمة وزينب زينب الصغيري أربع سنين والبي اسمه باسم شقير وزوجته نادية للأسف إن شاء الله ينعرف شي وما يكون يعني ما بعرف إن شاء الله ما يكون المصير مأساوي أيضا بالعنوين مجلس الشيوخ يقر بأغلبية ساحقة عقوبات جديدة على روسيا وإيران موسكو تخشى على قوات الأسد من الصواريخ الأمريكية قبضة داعش تتراخى في الموصل أزمة قطر دعم أوروبي للوساطة الكويتية وجويش أغلو يزور السعودية اليوم نعم ننتقل إلى صحيفة البلد القانون الجديد في مرمى المنتقدين والبرلمان يكرسه اليوم في العنوين أيضا مع الصورة قدر متنقل بالإشارة إلى حريق مبنى البرج في لندن وسقوط الضحايا اللبنانيين روسيا تتعهد بتعزيز قدرات الجيش السوري الجيش العراقي على مشارف الوليد في العنوين الداخلية أيضا استياء صيدوي لمنع الدرجات الكهربائية وفتوحي من البقاع اعتماد النسبي انتصار للبنان وأيضا إذا جونزاليس تستعرض أناقتها مهضمين يعني بعيدين العنوين مقالات الداخلية عن السياسة اخدين منحة تاني اجتماعي الأنوار عائلة شقير اللبنانية بين المفقودين بحريق لندن هون حتى صور الولاد والأم والبي وللأسف وصورة البرج المنكوب البرلمان يقر اليوم قانون الانتخاب بمادة وحيدة والجلسة هون نجع من ذاكرة حسير ساعة اثنين بعد الظهر واشنطن تبيع قطر طائرات مقاتلة بـ 12 مليار دولار قذائف على أحياء في دمشق وغارات على محيطها ننتقل لصحيفة الشرق في الشرق مجموعة كبيرة من العنوين القانون تحت سهم المعارضة وعلى حلبة نيابي اليوم عون يوكب الإنجاز الانتخابي بطاولة نقاش قبل الفطر واشنطن تدعم قوى الداخل لتغيير سلمي في إيران مأساد برج لندن مئة قتيل وفقدان سبعة لبنانيين الموصل داعش يبحث عن ثغرة للفرار هكذا دعمت قطر المشروع الإيراني في البحرين المال أقرت موازنة الصحة تجديد الجسر البحرية للصادرات اعتصام مزارعي التفاح الاستقرار الأمني ثمرة التنصيق الدائم بين الأجيزة وهون بدنا نرجع نطالب باسم كل المزارعين التفاح أنه يتم دفع البدلات التانية مرة جديدة لأنه الكل بعضه ناطر وبلش موسم التفاح والسنة التفاح ببعض المناطق مضروب لأنه فيه أمراض عادة عن أنه البرد والإشياء الطبيعية إزية الموسم المقبل ما بعرف شو بدون يعملوا مزارعي التفاح بلش التحركات مثل مبارح شفنا تسكير الطرقات بدون يرجعين دفع الدفعة التانية اللي بعد ما دفعوا لوني هيا نوعدون وأساس في دفعة تانية إن شاء الله بيتحركوا المعنيين بهذا الملف وبيدفعوا لازم يدفعوا خلينا نشوف صورة التكريم أيضا لوزير الأعلام من قبل السفير الإماراتي قدم له درع لوزير الأعلام الحماريش صحيح افطار على شرف وزير الأعلام وأعلاميين وكان في تكريم لوزير الأعلام وأيضا هنا في كمان ريشة ذهبية من قبل جمعية المرسلين اللبنانيين الأب ملك بطوء رئيس الجمعية والأب شرب المهنة رئيس المدير المكتبة ومدير المطبعة الزميل حبيب يونس ورئيس بلدية جونيا جوان حباش مع وفد من الرهبنة قدموا ريشة ذهبية لفقامة رئيس مبارح ميشيل عون بأصرب عبدة وهذا إذا فينا نقول الاحتفال يقام كل سنة بتقيمه جمعية المرسلين اللبنانيين لأحد الكتاب اللبنانيين بالديار ولادة قانون أفضل الممكن اليوم ثلاث صغرات وفضيحة عون يحضر لثورة إصلاحية تطبيق الطائف وإلغاء الطائفية حريق لندن ومأساة عائلة شقير ستة في عداد المفقودين ضربة استباقية جديدة لمخابرات الجيش اعتقال تسعة إرهابيين يخططون لتفجيرات في خضم الأزمة ستة وثلاثين طائرة أف خمسة عش أمريكية إلى قطر باثناشر مليار دولار وتدريبات مشتركة بازل نعم عن جد بوتين سنعزز قدرات الجيش السوري تمهيدا للانسحاب صواريخ أمريكية إلى التنف وسوريا شقت ممرا إلى العراق داعش سيطر على كهوف تورابورا ومخبأ بن لادن الجبلي في أفغانستان رجعنا نسمع هذه الكلمة تورابورا عن جد كنا نسيناها الكوليرا تفتك بأطفال اليمن طفل واحد يصاب كل دقيقة ملا كارسة صحية مأسوية وأنا تابع مع الصفحات بتكتروح إلى الصفحات حلوة الصفحة الأخيرة بالبلد لأنه بلد مبادئ الملكة الملكة مش كتير واضح التعليق على الصورة لأنقراء مش واضح أبدا بس ليفت الصورة يبدو أنه هده شعار لقلة بأحدى المدارس عم بتشيل اللوحة أو الستار عن اللوحة بس أهم شي حمل الساك وما منسى أن القبعة هي من الأزيئة القبعة أوكي الأزيئة اللي هي بتنسبها كتير يعني بكل المناسبات الرسمية الشابو هي أساسية بس الساك شو واضح مباي أكيد منو سينية مش ضروري تعمله الجمهورية الكاريكاتور تمديد تقني 11 شهر الانتخاب عم بيرفعه للصندوق 11 شهر والمواطن بدو ينزل بعد ما فيها لا في بعد بينزل كل شهر شوي بيوصل للموعد المحدد بيكون صار متاح الانتخاب بعد في شي هو يهون هيك ما كنا خلصنا فقارة صحافة اليوم جريدة اليوم بريك كمان ومن تابعنا ويكون أجندة اليوم خليكم معنا فقارة كتير بعدها لغاية الساعة 8.30 ترجمة نانسي قنقر